اهم اقبال ريال مدريد اخر 24 ساعة لايك متابعة اذا اعجبكم محتوى وخلينا ندخل بالتفاصيل منبلش بجود بيلينغهم اليوم اتدرب على العشب مع الكرة بشكل منفرد وفيه تفاؤل جدا عالي لجاهزية اللاعب امام فالانسيا حسب الصحفي ارانشالود ريغز فابريزي رومانو خيار الفونسو ديفز واضح اللاعب يرود اللاعب في قميص ريال مدريد حسب مصادر الالماني انه مفاوضات تشجيد عقد اللاعب معقد جدا اللاعب طالب مبلغ عالي وبارن بيونيخ ما عد بوفي على شروط اللاعب امكانية خروج اللاعب كبيرة جدا فابريزي رومانو هناك ثقة كبيرة في ان توني كروس سيجدد لمدة عام اخر انتي مع التشجيد توني كروس اكتبلي في التعليقات عسعب الاخبار وحسب صحيفة الاسمع انها الصحيفة مبسق فيها ولكن تعاقدات ريال مدريد الصيف القادم رح يكون كيليان انطابيو الفونسو ديفز اما بالنسبة للدفاع رح يتأجل لالفين وخمسة وعشرين كقلب دفاع بحكي بالنسبة للخبر اللي تصلي عن كيليان انه حتعشه مع رئيس فرنسا ومع رئيس دولة قطر اوكي الخبر صحيح منه باريسيان ولكن في حدا نسأل الصحفة سانتي اونا هل هذا له علاقة او رح يقصر بقرار كيليان انطابيو فجاوب لا في صحفة تانية بيأكد ان هذا الموضوع ما له علاقة في قرار كيليان انطابيو القرار اتخذ منذ فترة طويلة انا بتوقع نفس الشيف فحطوا ايديكم واجيكم ماي برضي شباب ان شاء الله هم بابي مدريد اخبارنا بشكل سريع ما في شي مهم هاي اهم الاخبار لايك فولو وهنا مدريد